اهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات التعليم الفني من قناة مصر للتعليم الفني على التلفزيون المصري اهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم في بيتنا مدرسة وحلقة النهاردة ان شاء الله هكون مخصصة لطالب الأقسام المعمارية من التعليم الصناعي ويكون معنا النهاردة تخصص أعمال نجارة العمارة وشرح مادة تكنولوجيا أعمال النجارة للصف الثالث وطبعا زي ما احنا عارفين ان الامتحانات بتاعتنا مستمرة يعني الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني المنهج معانا مستمر واحنا ان شاء الله هنكمل الحلقة اللي فاتت كنا اخدنا أعمال السلالم وأعمال نجارة الأبواب والشبابيك النهاردة هناخد درس بعنوان الأرضيات وأعمال التجاليد الخشبية درس النهاردة من الدروس المهمة جدا وقبل ما نشتغل فيه الدرس هحابب أذكركم بالمواضيع السابقة ومراجعة سريعة على اللي فات بحيث ان احنا نكون ملمين بالمواد والدروس اللي فاتت قسم نجارة العمارة طبعا زي ما احنا عارفين من الأقسام المهمة في المجال المعماري والتكنولوجيا أو مادة التكنولوجيا من المواد الأساسية في التخصص أول حاجة ان المنهج بتاعنا حوالي أربع أبواب أو احنا ضغطنا على أربع أبواب الباب الأولاني كان بيتكلم عن نجارة الأبواب والشبابيك الباب الثاني كان بيتكلم عن السلالم الخشبية بالنسبة لنجارة الأبواب والشبابيك كان عندنا أربع أبواب وكان عندنا تقريبا شباكين الباب الأولاني كان باب بحشوات مهرمة والباب الثاني كان باب إسلامي الطراز الباب الثالث كان أبواب البلكونات والباب الرابع كان الأبواب المنزلقة داخل الحائط أما الشبابيك الخشبية اللي احنا خدناها كان شباك شمسية وزجاج أربع دولف شمسية وضرفتين زجاج وشباك شمسية وزجاج زاوية بصاري طبعا لما احنا جينا نشتغل ونشرح الدروس السابقة قلنا هنسبت عناصر بحيث يكون الشرح سابت معنا وسهل فيه عملية الفهم قلنا هنتكلم عن الأبواب والشبابيك من حيث عناصر العنصر الأولاني كان الاستعمالات كنا بنتكلم عن العنصر الثاني وهو المكونات أو ما يطلق عليه التفاصيل الانشائية بعد كده بنتكلم عن قطاعات الأخشاب والإكسسوارات أو الخردوات المستعملة طريقة التنفيذ وطريقة التركيب ولو تفتكروا في الحلقات السابقة سبتنا طريقة التنفيذ وطريقة التركيب وقلنا طريقة التركيب حوالي 6 عناصر هقولهم تاني بشكل سريع قبل ما نبتدي الشرح بتاعنا النهاردة قلنا أول حاجة تجهيز الأخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للمقاسات مسح وتصفيت الأخشاب لتحديد السمك المطلوب تفصيل أجزاء الأخشاب بالعلامة والشنكرة ثم الشق والنشر مع مراعاة طرق الزيادات اللي هي الضفر والتلسين بعد كده ببتدي أجمع الأخشاب أو الأوايم مع الروس بتعشيء النهار واللسان بعد كده بقصة بالزيادات وثم عملية التشريب والتنعيم يبقى دول 6 عناصر في طريقة التنفيذ في جميع الأبواب والشبابين أما طريقة التركيب فهم 3 عناصر لازم نخلي بلنا منهم وهم سبتين أول حاجة في طريقة التركيب بركب الحلق بالحائط بواسطة الكانات مع مراعاة ضبط رأسية الأوايم وأفقية المعبرة بواسطة ميزان المياه بعد كده بركب الضلفة أو الضلف بالحلق بواسطة المفصلات بركب باقي الخردوات أو الاكسسوارات آسف الاكسسوارات أو الخردوات باستعمال المسامير البورمة والمفاك يبقى طرق التركيب 3 عناصر وطريقة التنفيذ 6 عناصر وكان ده شرح سريع للجزء الأولاني أو الباب الأولاني أنخاص بأعمال جارة الأبواب والشبابين الجزء الثاني اتكلمنا عن السلالم الخشبية واتكلمنا عن السلالم بشكل عام وقلنا تعريف السلالم هي مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو الهبوط من دور لآخر من خلالها وعرفنا تصميم السلالم وقلنا القانون المستخدم في تصميم السلالم 2 قاف زي 2 بيساوي من 60 إلى 63 سنطي وقلنا من 60 إلى 63 هي خطوة الإنسان أثناء الصعود على مستوى مائل وعرفنا قلنا القاف اللي هي القائمة وبيكون ارتفاحها عند التصميم من 14 إلى 20 سنطي على حسب ارتفاع الدور بعد كده اتكلمنا عن إزاي نجيب عرض النيمة وجبناها من القانون اللي هو 2 قاف زي 2 بيساوي من 60 إلى 63 وابتدينا نصمم سلم ألبتين وسلم 3 ألبات وقلنا لا يخلو امتحانات أخر السنة من سؤال في السلالم وقلنا السؤال بييجي ألف وبه بييجي سؤال ألف تعريف في المصطلحات اللي احنا خدناها في السلالم بعد كده التصميم وبيكون سلم إما ألبتين أو 3 ألبات وافتكر تاني أن السلم الألبتين بيكون محل السلم مستطيل أما السلم 3 ألبات بيكون محل السلم مربع وقلنا محل السلم هي المسافة المطروقة لعمل السلم في المبنى النهاردة الباب التالت وهو خاص بأعمال تكسية الأرضيات والحوائط بالقطع الخشبية أو بالألواح الخشبية يبقى أعمال تكسية للأرضيات والحوائط هنتكلم عليها النهاردة وكان آخر باب أو الباب الرابع عندنا وهو خاص بأعمال الألمونيوم يبقى كده منهج التكنولوجيا تقريبا كده تمام هنبتدي نعمل بعد كده مراجعة عامة ونشوف شكل الامتحانات هتيجي بأنصيها تعالوا بقى النهاردة نتكلم عن درسنا النهاردة وهو خاص بأعمال التكسيات سواء كان للأرضيات أو للحوائط الخشبية أول حاجة هنتكلم عن الأرضيات عندي الشرح بتاعنا طبعا أنا مقسمه جزءين الجزء الأولاني خاص بالأرضيات والجزء الثاني خاص بأعمال التجاليد للحوائط عندي أنواع الأرضيات تلات أنواع للأرضيات أول حاجة عندنا أرضيات خشبية موسكي بعد كده عند الأرضية البرقية ثم الأرضية الدكيش أو البرقية اللصق اللي أنا بلزعه على البلاط مباشرة بالنسبة لأعمال التجاليد عندي برضو تلات أنواع من أعمال التجاليد أول حاجة القدمة أو السفل بعد كده الوزراء ثم التجليد يبقى الشرح بتاعنا النهاردة هيكون هم دول الجزءين طبعا التعريف يكاد يكون واحد هي العملية بتختلف من أرضيات إلى حوائط المقصود بالتكسيات الأرضيات هو تغطية الأرضيات أو تكسية الأرضيات بألواح خشبية بغرض الحصول على أسطح عازلة للحرارة والرطوبة والصوت والقهربة بالإضافة إلى إعطاء المكان اللي أنا هعمل فيه الأرضية رونق وجمال الأرضيات دي بتستخدم في الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر أما بالنسبة لأعمال التجاليد نفس التعريف ولكن هتكلم عن الحوائط بالنسبة لتعريف التجاليد هو تكسية الحوائط بقطع خشبية بغرض الحصول على أسطح عازلة ضد الحرارة والرطوبة والصوت وكمان الكهرباء بالإضافة إلى إعطاء المكان رونق وبهاء زي ما احنا عارفين أن الألواح الخشبية لما بندهنها بالأسطر أو الفلوتو بتدي شكل وبهاء للمكان وفخامة للمكان فاحنا النهاردة ده درسينا النهاردة أو شرحينا النهاردة تعالا كده نشوف مع بعض الشرح بتاعنا عن السلايد أول حاجة هنقولها النهاردة أن الأقسام المعمرية زي ما انتوا شايفين أول قسم عندنا وهو قسم أعمال الخرصانة القسم الثاني من الأقسام المعمرية أعمال النجارة أعمال الأعمال الصحية أعمال التشتباط وأعمال البناء والتشييد طبعا دي الأقسام اللي عندنا موجودة ولكن أقسام العمارة كتير وإحنا بنتكلم عن نظام السلاس سنوات تعالوا النهاردة نتكلم عن أعمال النجارة زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان المنهج بتاعنا عبارة عن اربع ابواب الباب الاولاني بيتكلم عن نجارة الابواب والشبابيك الباب التاني بيتكلم عن السلالم الخشبية والركز في السلالم الخشبية لان سؤال بيجي في الامتحان مهم جدا بعد كده الارضيات واعمال التجاليد هناخدهم النهاردة مع بعض ثم اخر باب وهو خاص باعمال الالومونيوم يبقى دي الاربع ابواب اللي عندنا في المنهج نجارة الابواب والشبابيك السلالم الخشبية الأرضيات الخشبية أعمال تكسية الحوائط اللي هي أعمال التجليد ثم أعمال الألمونيوم هو ده منهجنا في خلال طول السنة تعالوا بعد كده بقى نتكلم النهاردة عن تكنولوجيا أعمال النجارة الصف الثالث تخصص أعمال نجارة العمارة المنهج بتاعنا أو الشرح بتاعنا النهاردة على جزءين الجزء الأولاني خاص بالأرضيات الخشبية وذكرنا في بداية الحلقة عندي ثلاث أنواع أو نتكلم عن ثلاث أنواع الأرضية المسكي الأرضية البركيه ثم الأرضية الدكيش أو البركيه اللصق الجزء الثاني بنتكلم عن أعمال تكسية الحوائط أول حاجة في التكسية ثلاث أنواع أول نوع القدمة أو السفل بعد كده عندنا الوزراء ثم التجليد نفسه وهنعرف إيه التلاتة وإيه المقصود بيهم تعالوا نبتدي مع الجزء الأولاني وهو خاص بالأرضيات الخشبية ننكس مع بعض يا جماعة لأن الأرضيات من الدروس المهمة جدا في امتحانات آخر السنة بالنسبة للتخصص أعمال النجارة أول حاجة نتناول الشرح في الأرضيات بما هو المقصود بالأرضيات الخشبية إيه هي أنواع الأرضيات الخشبية إيه هي مكونات الأرضيات الخشبية ثم طريقة التنفيذ فطريقة التركيب للمكان اللي هركب فيه الأرضية تعالوا أول حاجة أهو المقصود أو أهو تعريف الأرضيات الخشبية أن تعريف الأرضيات هي عبارة عن استخدام أنواع مختلفة من الأخشاب استخدام أنواع مختلفة من الأخشاب تكسى بها الأرضيات للحصول على أسطحها عازلة للرتوبة والحرارة والقهرباء وكمان الصوت بالإضافة إلى القيمة الجمالية وإعطاء المكان رونقا وبهاء للمكان الذي سوف يتم تركيب فيه الأرضية أنواع الأرضيات الخشبية كما ذكرنا في بداية الحلقة ثلاث أنواع للأرضيات هنتكلم عليهم النهاردة بالتفصيل قلنا أول أرضية وهي الأرضية الخشبية الموسكي والأرضية البركيه وبنسميها البركيه المصمار عشان بنسبت قطع البركيه بواسطة المصمار وهنوضحها دلوقتي برضو مع بعض ثم أرضيات البركيه اللسك أو ما يطلق عليه الدكيش أول أرضية هنتكلم عليها النهاردة الأرضيات الخشبية الموسكي نركز مع بعض يا جماعة أول حاجة في بداية الحلقة لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين يعني إيه ألواح ويعني إيه مراين احنا تكلمنا قبل كده عن الخشب المسكي وقلنا أن الخشب المسكي موجود في المغلق بأطوال وعروض وأسماك بمعنى أن الخشب كل نوع من أنواع الأخشاب ليه أطوال وليه عروض وليه صمك الخشب المسكي اللي هنشتغل عليه النهاردة من ضمن الأخشاب الليينة وقلنا موجود في المغلق بأطوال بتبدأ من 3 متر إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي يعني بزود 30 سنتي في اللوح يعني 3 متر 3 متر 30 3 متر 60 وهكذا حتى 6 متر يبقى الأطوال موجودة من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي أما العرض بيبدأ من 7 سنتي ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص يعني 7 ونص البداية ها بزود 2 ونص بعشرة 12 ونص وهكذا حتى 30 سنتي في حالة الحصول على عروض غير موجودة في السوق بضطر أعمل عملية في النجارة تسمى باسم اللحمات والغرض من عملية اللحمات هو نص قلوحين أو أكثر للحصول على مأسات غير موجودة منها في الأسواق يبقى أنا لو أنا أحتاجت أجيب أعرض أكبر من 30 هبتدي ألزق أو أنص قلوحين مع بعض بواسطة السدايب أو المعروف اللسان أو ذكر ونص اللي هي أنواع اللحمات اللي عندنا ثم يتم الحصول على المأسات الغير موجودة منها في الأسواق بعد كده السمك طبعاً بيبدأ من 2.5 سنة إلى 10 سنة وقلنا تقريباً هي البوصة تقريباً 2.5 سنة يبقى لازم أن نفرق في بداية الأرضية الألواح والمراين قلنا الألواح يبقى ليها طول وليها عرض وليها سمك أما المراين أو الكتل بيبقى عرضها وسمكها واحد وكاد تكون 7.5 في 7.5 أو 10 في 10 أما الأطوال بطول اللي أنت هتركب فيه الأرضية يبقى نفرق ما بين الاتنين يا شباب الألواح قلنا ليها طول وليها عرض وليها سمك أما الكتل أو المراين هنطلق عليها لفظ المراين بيكون عرضها وسمكها واحد هنبتدي بالأرضية طبعاً إحنا بنبتدي الأرضية على سطح الخرصانة بتاعنا أو سطح الإيه أو بداية الإيه اتدكى الخرصانة بتاعتنا إذا كان في الدور الأرضي هبتدي أنضى في السطح التاعي أولاً من أي أتربة عالقة به ثم بعد ذلك بيتم تركيب جميع التركيبات أو الأعضاء الخشبية التي ستركب من أسفل عبارة عن مراين إيه المراين دي؟ عبارة عن خشب موسكي من قطاع 7.5 في 7.5 أول حاجة هنركبها وهي التحليقة التحليقة دي عبارة عن مراين خشب موسكي قطاع 7.5 في 7.5 أو عشرة في عشرة بتثبت مع الحائط بواسطة الكانات وتعشق مع بعضها بتاعشيء الخدش ثم بعد ذلك بنركب حاجة اسمها العلافات إيه العلافات دي؟ اتفقنا كل اللي تحت مراين العلافات دي عبارة عن مراين من الخشب موسكي قطاع 7.5 في 7.5 أو عشرة في عشرة بتوضع في الاتجاه الموازي لفتحة الباب بشوف فتحة الباب فين؟ وركب العلافات في الاتجاه الموازي للفتحة على مسافات محورية كل 50 سنتي يعني ما بين العلافة والعلفة من المحور للمحور بسيب 50 سنتي وابتدي أركب العلافات على مسافات محورية كل 50 سنتي موازية لفتحة المدخل الرئيسي أو فتحة الباب بعد ذلك بنبتدي نزم العلافات دي بواسطة حاجة اسمها دوكم هوريكوا صورة دلوقتي توضحية ونشوف كل حاجة على الصور بتاعتنا عشان نوضح المفهوم بنزم العلافات بتاعتنا بحاجة اسمها دوكم والدوكم دي برضو من نفس قطاع المراين قطاع مراين 7.5 في 7.5 ولكن بتوضع بطريقة شطرنجية يعني عاملة زي الشطرنج ببتدي أركبها على مسافات محورية من متر المتر ونص يعني ما بين الفرق ما بين محورية ما بين الدوكمة والدوكمة المسافة دي بتكون من متر المتر ونص والغرض من الدوكم هي جعل العلافات مسبتة في أماكنها ما يكونش فيها التواء طيب بعد كده ببتدي أدهن التحليق والعلافات والدوكم بمادة عازلة للرطوبة ويكون طاردة للحشرات لأن احنا طبعا كل ده بيكون تحت سطح الأرض يبقى ببتدي أدهن التحليق والعلافات والدوكم بمادة عازلة للرطوبة حتى يتم عزلها ووقياتها من الرطوبة الموجودة في الأرضية ثم بعد ذلك بيتم ملء الفراغ ما بين التحليقة والعلافات والدكم بماد بالرمل النظيف والرمل النظيف بيكون بمسافة أسفل الألواح اللي ركبها فوق بمسافة 1 سنتي بغرض التهوية ليه بسيب 1 سنتي ما بين الرمل وما بين الألواح اللي هيبتد يركبها فوق لأن طبعا الرمل لو وق عليه مياه بيزيد بل أن الرمل بيبتد يتمدد فلازم نسيب فراغ للتهوية يتمدد فيه لو أنا ما عملتش الفراغ الـ 1 سنتي الرمل طبعا أنا عملته لأسفل الألواح لما ييجي يزيد هيعمل عملية التواء في الأرضية يبقى أنا ماشي على سطح مش مستوي ولكن سطح فيه التواءات ودي طبعا بتعمل إصابات لأمراض اللي هي العظام يبقى لازم أن تكون الأرض مستوية يبقى لازم أن وأنا بأعمل عملية الردم بواسطة الرمل النظيف بيكون بسيب فراغ 1 سنتي أسفل الألواح اللي ركبها من فوق طبعا قلنا كل اللي تحت مراين وكده المراين خلصت بعد كده هبتدي أركب الألواح وأنا لسه قيل دلوقتي أن الألواح بيبقى ليها طول وليها عرض وليها سمك طبعا عرضها بيكون عشرة في سمكات 2.5 وطولها هيكون بالطول اللي هتركب فيه وتركب الألواح في الاتجاه العمودي لفتحة الباب وجي سؤال قبل كده في امتحان علل في امتحان تكنولوجيا قديم بيقول لي علل تركب الألواح الخشب المسكي في الاتجاه العمودي على فتحة الباب السبب بأن أنا بركبها بركبها عشان تقللي نسبة الاحتكاك بمعنى أصح لو أنا مركب الألواح بالعرض في أثناء الدخول بيتم عملية بري للألواح ما بين بعضها يعني زي ما انتوا شايفين كده صوابعي لو أنا مشيت في الاتجاه ده هتعمل عملية بري فهتبتدي الألواح تتفتح هتسيب من بعضها السبب لأن الاحتكاك كان عالي أما لو أنا مشيت في الاتجاه العمودي نسبة الاحتكاك بتقل عشان كده بركب الألواح في الاتجاه العمودي إلى فتحة الباب وطبعا ألواح يعني ليها طول وليها عرض وليها سمك كما ذكرنا في بداية الحلقة بعد كده بركب الوزرة بداير الحجرة بعد كده بعمل عملية قشط بواسطة مكانة الصنفرة عشان أساوي الأرضية وتبقى كلها مية واحدة أو سوى واحد أو قطعة واحدة لأنه هو ده الغرض من الأرضيات بعد كده بنبتدي نعمل لها عملية دهام بالورنيش الفلوتو بعد كده بندهنها بمادة شمعية علشان خاطر تحميها من عملية الاحتكاك الموجود تعالوا مع بعض كده نشوف شرحينا على السلايد هنبتدي زي ما احنا قلنا الأرضيات الخشبية الموسكي آدي شكل الرسمة أول حاجة زي ما انتم شايفين ده قطع أفقي بيوضح آدي الحائط وآدي فتحة الباب تعالوا كده مع بعض نوضحها آدي فتحة الباب يا جماعة آدي يا شباب فتحة الباب بيتم الدخول من هنا تعالوا بقى من بعض لو انتم بصيت كده هتلاقي فيه أجزاء تحت وفيه أجزاء فوق أنا عامل عملية قطاع أو خط قطع عشان يوضح لي الجزء السفلي والجزء العلوي تعالوا نبتدي من الجزء السفلي أول حاجة بركب تحليقة زي ما انتم شايفين آدي تحليقة طولية وآدي تحليقة عرضية بتسبت مع الحائط بواسطة الكانات وبركب الكانات تقريبا كل حوالي واحد متر بعد كده بعشق التحليقة الطولية ملعرضية بتاع عشي الختش بعد كده بركب العلفات في الاتجاه الموازي لفتحة الباب آدي فتحة الباب يبقى حط العلفات بتاعتي في الاتجاه الموازي لفتحة الباب وقلنا على مسافة محورية من حوالي خمسين سانتي يعني من المحور للمحور خمسين سانتي ما بين العلفة والعلفة خمسين سانتي بعد كده ببتدي أزنوا العلفات بحاجة اسمها دوكم وزي ما انتم شايفين الدوكم دي من نفس اقطاع المراين وتركب بطريقة شطرانجية زي الشطرانج زي ما انتوا شايفين والمسافة ما بين الدوكمة والدوكمة بتكون حوالي من متر المتر ونص والغرض من الدوكم هي تثبيت العلافات وتكون سبتة في مكانها بعد كده بندهن زي ما احنا قلنا العلافات التحليقة والعلافات والدوكم بمادة عازلة ضد الرطوبة وكمان بنبتدي نملة الفراغات بالردم والردم عندنا هنا بيكون من الرمل النظيف وبنسيب فراغ ما بين الرمل الألواح اللي هتتركب من فوق بمسافة واحد سنتي وقلنا بغرض التهوية عشان لو إيقع مية واللي حاجة عن الأرضية لو اتصربت لي الأرضية من أسفل يبقى يلاقي الرمل مسافة يتمدد فيها عشان كده بسيب واحد سنتي بغرض التهوية بعد كده بركب الألواح في الاتجاه العمودي وقلنا بركب الألواح في الاتجاه العمودي ليه عشان تقللني نسبة الاحتكال لان انا لو مشيت فيه الاتجاه دوت الفراغات أو اللحمات ما بين اللوح واللوح هيبتدي يتبري وهتتفتح طبعا كده الأرضية ما بقاش ليها أي قيمة فبركب الألواح أو بحط الألواح بتاعتي في الاتجاه العمودي على فتحة الباب بعد كده بركب الوزر بتاعتي بداير الحجرة واعمل عملية القشط بماكنة الصنفرة في اتجاه الألياف ثم بعد ذلك بيتم الدهان بالورنيشات المائية أو بمادة الفلوتو بعد ذلك بيتم تلمعها بمادة شمعية لحمايتها من الباري والتأكري قاد الأرضية الخشبية الموسكي ودي أهم أرضية عندي تعالوا مع بعض كده نشوف الشرح بتاعنا هيكون شكله ازاي والكتابة هيكون شكلها ازاي أولا مكونات الأرضية الخشبية الموسكي وطريق التنفيذة هنذكر المكونات ويه بتتركب ازاي أول حاجة في التركيب أو المكونات التحليقة وقلنا كل اللي موجود تحت الأرض مراين مراين خشب موسكي بتاع 7.5 في 7.5 أو 10 في 10 أول حاجة بركبها حاجة بتسمى التحليقة عبارة عن مراين خشب موسكي قطاع 7.5 في 7.5 بتسبت بيه الكانات مع الحائط وقلنا كل متر بسبت كان عشان تتسبت مع مين مع الحوائط ولكن تعشق التحليقة الطولية مع التحليقة العرضية بواسطة تعاشيء الخدش تاني جزء من المكونات وهي العلفة العلفات دي برضو تاني عبارة عن مراين من الخشب الموسكي قطاعها 7.5 في 7.5 أو 10 في 10 وتدهن أسطح المراين قبل تسبتها بمادة عازلة إما قبل التثبيت أو بعد التثبيت بدهن كمان التحليقة والعلفات والدوكم كلهم بمادة عازلة ضد الرطوبة وترسل علفات في الاتجاه الموازي دي مهمة جدا لازم نرسل علفات في الاتجاه الموازي لفتحة الباب على مسافات لا تزيد عن 50 سنتي يعني المسافة ما بين العلفة والعلفة محوريا 50 سنتي بعد كده بتكلم عن المكون التالت وهو الدوكم والنفس قطاع المراين خشب موسكي قطاع 7.5 في 7.5 والغرض من الدوكم زن أو جعل العلفات متسبتة في مكانها ويبتكون على مسافات كل واحد متر أو من متر المتر ونص زي ما انتوا شايفين في الصورة قادي شكل التحليقة قادي الفتحة فتحة الدخول قادي فتحة الباب زي ما احنا بنقول وادي التحليقة وادي العلفات وادي الدوكم وادي الرمل وبسيب الرمل بمسافة 1 سنتي على الالواح اللي هتركب من فوق بمسافة 1 سنتي بغرض التهوية بعد كده زي ما احنا قلنا طبعا بنعمل عملية ردم للأرضية ما بين الفراغات التحليقة والعلفات والدوكم بالرمل النظيف إلى مستوى يقل عن ظهر العلفة ومن مميزات الرمل كمان يا شباب أنه هو بيعمل لعملية كتم للصوت يعني اللي ماشي على الأرضية ما فيه صوت رنان أثناء الماشي عليها لأن الرمل بيعمل عملية كتم للصوت عازل للصوت بجانب طبعا أنه هو بيديني تماسك في الأرضية يبقى بسيب ما بين العلفة أو ما بين الألواح والأرضية بتاعتي مسافة 1 سنتي للرمل بغرض التهوية عشان قلنا لو وقع مية ولا حاجة الرمل يلاقي مسافة يتمدد فيها بعد كده ألواح التطبيق الألواح زي ما احنا قلنا كل اللي فات مراين ولكن هنا ألواح والألواح هنا من قطاع عرض عشرة في سمك 2 سنتي ونصف والطول بتاعها بيكون في الاتجاه العمودي على فتحة الباب وتسمى ألواح التطبيق تجهز ألواح التطبيق اللي هي ألواح الخشب الموسكي بالطول المناسب بعد تفرزها بتكون مفرزة من الجهتين عشان خاطر التثبيت يعني بفرزها من الحرفين علشان تسبت مع بعضها بطريقة التفريز ثم وتسبت في الاتجاه العمودي على فتحة الباب الرئيسي للدخول بعد كده بنركب الوزرة بتاعتنا والوزرة دي بتسبت بيكون موحدة في السمك وفي منها نوعين إما وزرة بسيطة أو مركبة وبتسبت مع الحائط بواسطة الخوابير الخشبية داخل الحائط وبتدهن طبعا الدفاين دي بواسطة مادة عزلة للرطوبة والغرض من الوزرات هو تغطية التقابل ما بين الأرضية وما بين الحائط يعني أنا دلوقتي عندي فراغ بيبقى موجود ما بين الأرضية وما بين الحائط مين اللي هيسد الفراغ دوت؟ هي الوزرات والوزرات من مميزاتها برضو تاني بجانب إن هي بتسدلي الفراغ ما بين الأرضية وما بين الحائط بيكون فيه فراغ بسيط الفراغ ده لو أنا سدته بيكون مكان للحشرات فلازم أنا سده بيه حاجة اسمها وزراء نفس الوقت هي بتسد فراغ بتديني منظر جمالي لأنه بتعملي شكل بلواز لأنه بعمل فيها حلية شكلها جميل بجانب أنه بتعملي عازل أو بتمنع احتكاك الأساس زي الدولاب أو المكتب أو أي شيء من الأساس بالبياض بتاعي الموجودة على الحوال لأنه بتعملي مسافة ما بين الأرضية وما بين مين الخاط يبقى الوزراء دي بجانب أنه هي بتسد الفراغ كمان بتدي مكان رونق ومكان جمال للمكان بجانب أنه هي بتعملي عملية سد أو منع الأساس تحريك الأساس أسناء تحريكة من بهدلة أو تجريح البياض اللي أنا مبيض به الحوالي بتاعتي بعد كده بتبتدي عملية القشط والدهان وهمنا بتم عملية القشط بواسطة ماكينة وهي مكانة الصنفرة وبتم الصنفرة في اتجاه الألياف ثم الدهان بإحدى أنواع الدهانات الشفافة حتى تبين شكل الألياف وشكل التجازيع للخشب حتى تعطي للمكان رونق وبهاء زي ما انت شايف أدي المادة اللي بيلمع بيها وبيعملها بمادة شمعية بحيث أنها تمنع الاحتكاك أثناء الدخول أو الخروج وبتقلل لنسبة الاحتكاك على الأرضية يبقى كده الأرضية الموسكية تمام خلصناها وزي ما انتوا شايفين هي بسيطة وهي الأساس في باقي الأرضيات الأرضية التانية عندنا وهي الأرضية الخشبية البركية تعالوا مع بعض كده نشوف رسمة للقطع البركية هي نفس الأرضية الموسكية ولكن بركب على الألواح يعني أنا وصلت لحد الألواح والألواح في الأرضية الموسكية تسمى ألواح التطبيق أما في الأرضية البركية تسمى باسم الفلسة طبعا احنا نقول ألفاظ علمية وألفاظ درجة في الأسواق عشان طبعا احنا الغرض برضو بعد التخرج أن احنا نواكب سوء العمل الخارجي ونعرف الألفاظ الموجودة خارجيا بحيث أن احنا نكون على تواصل مع الشغل الموجود في الأسواق يبقى أنا عندي اللفظ العلمي وعندي كمان اللفظ ذلك فيه الأسواق وكمان هنطلق على قطع البركي باللفظ اللي هو موجود في الأسواق تسمى صوابع البركي احنا هنسميها هنا قطع البركي ولكن هي في الأسواق تسمى صوابع البركي لأنه فعلا على شكل قطع أو صوابع بيكون طول قطع البركي حوالي 25 طول والعرض بيكون 5 والسمك بيكون 2 سنتي ونص تعالوا نشوف كده الرسمة دي كده تمام كده واضحة زي ما انتوا شايفين ادي قطع قطعة من قطع البركي أو صوابع البركي بنسميها قطع بركي أو صوابع البركي طبعا قطع البركي عبارة عن قطعة مصنوعة إما من الخشب الأرض أو الزان بيكون طولها حوالي 25 والعرض 5 والسمك بيكون 2 سنتي ادي شكل قطع البركي وتعمل مفرزة من الأربع الجهات عشان عملية التزبيت أو التعاشيء بتاعتنا يبقى دي كطع البركي ويطلق عليها في الأسواق أو في الصناعة أو في سوء العمل صوابع البركي بتكون من كطع 25 في عرض 5 في سمك 2 سنتي تمام؟ هنبتدي مع بعض الأرضية التانية وهي الأرضية البركي ولكن أساس البركي هي الأرضية الخشبية المسكية يعني نفس طريقة التنفيذ بركب تحليقة بعد كده بركب علفات بزنوا العلفات بالدوكم ببتدي أدهن العلفات والتحليقة والدوكم بمادة عازلة للرطوبة بعد ذلك بيتم الرد مواسطة الرام النظيف ثم توضع الألواح في الاتجاه العمودي على فتحة الباب مع افطر كفراغ حوالي 1 سنتي بغرة التمدد ثم تركب الوزرة ثم يتم عملية القاشط والتلميع وبعد كده بنركب طبعا قبل الوزرة بنركب كطع البركي أو صوابع البركي زي ما أنتوا شايفين دي أرضية بركي ودي شكل الرسمة لأن الرسمة طبعا احنا قلنا التكنولوجيا بيكون مدعمة بالرسومات قادي شكل الأرضية نفس الخطوات قادي التحليقة عبارة عن تحليقة وتثبت مع الحواط بيسطة الكائنات ثم بعد ذلك وتعشى مع بعضها بتعشيل خدش ثم بعد ذلك توضع العلفات في الاتجاه الموازي إلى فتحة الباب على مسافات محورية كل 50 سنتي ثم بعد ذلك بيتم عملية زن العلفات دي بالدوكم يبقى دي العلفات بتكون على مسافة محورية كل 50 سنتي بركب علفة في الاتجاه الموازي لفتحة الباب أو المدخل الرئيسي بعد كده بنزل العلفات بحاجة اسمها دوكم وتوضع بطريقة شطرانجية كما ذكر في الأرضية السابقة ثم بعد ذلك بيتم دهان التحليق أو العلفات بمادة عزلة ضد الرطوبة وتصرب الحشرات ويكون طرد للحشرات بعد ذلك بيتم الرد مباسطة الرمل وبيكون أسفل الألواح بمسافة 1 سنتي وقلنا بغرض التهوية بعد ذلك بتركب الألواح ألواح يعني ديها عرض عشرة سمكات 2.5 والطول طبعا بيكون بطول الأوضة وبتركب الاتجاه العمودي على فتحة الباب وبينسيف فراغ ما بين اللوح واللوح بيكون حوالي بسمك الفلسة واتفقنا أن الألواح هنا كانت تسمى في الأرضية الموسكية باسم ألواح التطبيق ولكن في الأرضية البركية تسمى ألواح الفلسة وبينترك فراغ حوالي بسمك الفلسة 1 سنتي بغرض عملية تمدد لأن الأخشاب طبعا بتتمدد بفعل عوامل الرطوبة الدليل على ذلك أني عندي الأبواب بتاعة الشؤة في فصل الصيف بتفتح وتقفل بسولة أما في فصل الشتاء بتعمل عملية تمدد فبتلاقي عملية الفتح والقفل بتكون صعبة علشان ده عملية بتظهر فيه الأخشاب بفعل عوامل الرطوبة فأحنا طبعا بنعمل عملية تريح هنا في الأرضية هنسيف فراغ ما بين الألواح وبعضها بمسافة 1 سنتي عشان ندي مجال لعملية تمدد الألواح مع بعضها وهنا الألواح اتفقنا أن احنا هنسميها ألواح الفلسة يبقى ألواح الفلسة هي ألواح بيكون موحدة في الصم ويطلق عليها في الأرضية الموسكي ألواح التطبيق تعالوا مع بعض نكمل شرح الأرضية بعد ما ثبتنا ألواح الفلسة في الاتجاه العمودي على فتحة الباب بركب حاجة اسمها قطع البركي واتفقنا تسمى صوابع البركي عبارة عن قطع من الخشب الزان أو الأرو طولها 25 وعرضها بيكون 5 والصمك بيكون 2 سنتي وبيكون مفرزة من الأربع جهات وتركب في البرواز اللي هو بداير الحجرة وتسمى كينار يعني أنا ما بركبها في الإطار بتاع الحجرة عشان أعمل برواز بيديني شكل جمالي برضو تسمى كيناري يبقى أنا عندي هنا كينار طولي وكينار عرضي من قطع البركي بعد ذلك بيتم تثبيت قطع البركي مع بعضها بالتعشيئة بواسطة التفريز وتثبيت المسامير عشان كده سمينا الأرضية دي البركي المصمار وتركب بأي طريقة هندسية حسب التصميم الذي تم تصميمه من قبل نكمل مع بعض كده الشرح بتاعنا ونشوف آدي قطع البركي زي ما انتشاف هي متسبتها متسبتها مع بعضها بالتفريز وكمان بتثبت بالمصمار عشان خاطر حسن التثبيت وآدي قطع البركي مسبتها بشكل أفقي وشكل رأسي وتعمل الأرضيات البركي من قطع من خشب الأرو أو الزان يبقى القطع البركي دي مصنوعة إما من الخشب الأرو أو الزان بتكون بأطوال 25 وعرض 5 سنتي وسمك 2 سنتي وبتكون مفرزة من الأربع جهات زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فات طريقة التنفيذ طيب عايزين ننفذ هي نفس طريقة تنفيذ الأرضية الموسكي بنركب تحليقة زي ما احنا اتفقنا بنفس الخطوات ولكن بعد تثبيت ألواح الفلصة اللي احنا قلنا عليها بنسميها في الأرضية الموسكي ألواح التطبيق تسمى في الأرضية البركية ألواح الفلصة بتركب قطع البركية قطع البركية اللي هي صوابع البركية زي ما احنا اتفقنا أطوالها 25 عرضها 5 سمكات 2 سنتي وتركب بأي طريقة هندسية بعض الناس بيعملوها على شكل دواير على شكل أشكال هندسية كما يتراءع حسب التصميم أو حسب المكان الذي سيتم فيه تركيب الأرضية البركية ويتتماشى مع التصميم تعالوا تشوف بها طريقة التنفيذ بالشرح بتاعنا أول حاجة في طريقة التنفيذ بيتم عمل تحليقة من مراين من الخشب الموسكي قطع 7.5 في 7.5 وتسبت مع الحوائط وتسبت مع الحوائط بواسطة الكانت الخطوة التانية بتركب العلافات في الاتجاه الموازي لفتحة الباب نخلي بنا العلافات اللي هي المراين من الخشب الموسكي قطع 7.5 في 7.5 أو 10 في 10 بنركبها في الاتجاه الموازي لفتحة الباب على مسافات محورية كل 50 سنتي الخطوة اللي بعد كده أو الطريقة اللي بعد كده بيتم زنق العلافات بحاجة اسمها دوكم والدوكم دي برضو من نفس المراين الخشب الموسكي قطع 7.5 في 7.5 أو 10 في 10 وتوضع على مسافات محورية من متر المتر ونص بطريقة شطرانجية الخطوة اللي بعد كده بندهن طبعا قبل الخطوة دي بيتم دهان التحليقة والعلافات والدوكم بمادة عزلة ضد الرطوبة وتصرب الحشرات الموجودة في أسفل الأرضية حتى نمنع وصول الرطوبة للأخشاب وكمان نمنع الحشرات بين الوصول إلى الأرضية من أسفل بعد ذلك بيتم ملء الفراغات ما بين التحليقة والعلافات والدوكم بالرمل النظيف وعرفنا أننا بنسيب فراغ ما بين الألواح والرمل بيكون بمسافة حوالي 1 سنتي بغرض التهوية عشان الرمل يلاقي فراغ لو يقع عليه أي قطرة مياه يلاقي مسافة يتمدد فيها بحنا نسيب 1 سنتي بغرض التهوية للرمال ثم بعد ذلك بيتم تثبيت ألواح التطبيق واتفقنا أن ألواح التطبيق تسمى باسم الفلسة يبقى لو جالس ويقول لي عن رفل الفلسة هنقول هي ألواح التطبيق التي يطلق عليها ألواح التطبيق في الخشب المسكي وهي ألواح موحدة الصمك وتسبت على العلافات يبقى تسبت ألواح التطبيق وتسمى في الأرضية البركية باسم الفلسة وهي تتكون من ألواح موحدة الصمك وتسبت في الاتجاه العمودي على فتحة الباب بعد ذلك بنركب قطع البركية واتفقنا طبعا هي قطع أو صوابع مصنوعة أو بيكون من خشب الأرو أو الزان يبقى كل اللي فات خشب موسكي أما قطع البركية بيكون من خشب الزان أو الأرو وبتسبت بواسطة تفريز مع بعضها من الأربع جهات وبواسطة المصمار وتوضع أو تسبت بطريقة هندسية حسب التصميم المصمم من قبل المصمم بعد كده بنركب الوزراء وإحلونا طبعا فايدة الوزراء اللي هي بتسد الفراغ ما بين الأرضية وما بين الحوائط وبتمنع احتكاك الأساس بالحوائط وكمان بتديني شكل جمالي للأرضية وبتكون موحدة من الصمك والعرض وتركب على خوابير خشبية وتدهم بمادة عزلة أيضا للرطوبة والغرض منها تغطي التقابل للحوائط والأرضيات اللي هو الفراغ ما بين الأرضية وما بين الحوائط بعد كده بتتم عملية القشط بمكانة الصنفرة في اتجاه الألياف يعني بعمل عملية قشط له وتنعيم له الأرضية بحيث أن الأرضية تكون كلها مية واحدة بواسطة مكينة الصنفرة في اتجاه الألياف ثم الدهان بأحدى أنواع الدهانات الشفافة ثم التلميع بواسطة مادة زيتية أو شمعية عشان خاطر تقاوم الاحتكاك ودي كانت الأرضية البركية تقريبا نفس الخطوات للأرضية الموسكي هنيجي بقى للأرضية الأخيرة وهي تالت نوع عندي في الأرضيات وهي الأرضيات البركية اللصق بركية لصق يعني هبتدي أجيب قطعة البركية اللي احنا قلنا عليها قطعة من الخشب الأروي أو الزان طالها عشرين عرضها خمسة سمكات نين سنطي ونص مصنوعة من الأروي أو الزان وتسبت مباشرة على البلاط يبقى أنا أول حاجة هبلط عادي الأرضية بتاعتي أو الأوضة أو الغرفة بتاعتي هبلط عادي هحط على السقف بتاعي رمل طبقة رمل ثم بعد ذلك لياسة أسمنتية بلزق البلاط بتاعي بلاط بيكون بمقاس عشرين في عشرين في اتنين سنطي بعد كده بابتدي أحط مادة لاصقة على البلاط وأبتدي ألزق قطع البركية برضو هي مفرزة هتسبت مع بعضها ولكن لحسن التثبيت بتحط مادة لاصقة عشان تلزق قطع البركية على مين على البلاط مباشرة عشان كده أطلق عليها لفظ دكيش بجيب قطع البركية وبابتدي دايما اللصق من الأرقان يعني ما بتبتيش من المنتصف ولكن بابتدي دايما من أرقان الغرفة اللي أنا شغال فيها بابتدي من الركن واخد من الأرقان إلى المتوسط ثم إلى اتجاه الخروج بعد ما بتنشف طبعا خلاص بابتدي عملية تركيب الوزراء ثم القسط ثم عملية الديهان والتلميع تعالوا مع بعض كده نشوف آدي شكل قطع البركية زي ما انتوا شايفين يا شباب يا رب تكونوا الصورة واضحة آدي الفني بيركب قطع البركية هي مفرزة من الأربع جهات لو انتوا واخدين بانكوا شوية هوضح الحتة دي مع بعض كده تعالوا كده نبص كده شايفين آدي التفريز اللي أنا بتكلم عليه عشان تتعشق مع بعضها بوسطة التفريز وبنعمل التفريز دوت من الأربع جهات زي ما انتوا شايفين في الحرف وفي الحرفين الحرف والقورة بتاعة البركية طبعا هذه قطع البركية أو صوابع البركية هذه الأطوال بتاعتها وهادي العروض وهادي السم وبيبتدي يثبتها وبيحط على البلاط مباشرة مادة لاصقة لتثبيت قطع البركية لأنه مش هتثبت بالمصمار ولكن هتثبت على البلاط مباشرة بواسطة مادة لاصقة وأنه هنبتدي دايما من أرقان الغرفة تمام نبتدي بعد كده نوضح شكل الرسم الموجود عندنا طبعا الرسومات موجودة في مادة الرسم يعني عندك بنرسم برضو مقصر واحد لعشرة تعالوا نشوف مع بعض كده آه دي شكل الرمل طبعا أنا قطع كذا قطعية بحيث نبين الأجزاء الموجودة في الأسفل ثم اللي بعديها ثم اللي بعديها وهكذا عشان نوصل نرجع تاني كده عشان نوصل لشكل الأرضية تعالوا نشوف مع بعض دي أول طبقة على السقف الخرصاني بحط رمل نظيف ثم بعد ذلك بنحط مونة النسق عشان نلزأ البلاط بتاعنا وبيكون بلاط سنجابي أسمنتي بيكون بمأسات 20 في 20 في 2 سنتي بعد ذلك بنحط مادة ناصقة زي ما انتوا شايفين الجزء الإسويت دوت ده مادة بلزأ بيها قطع البركيه ثم بنحط برضو كينار أو كينار في الأطوال وفي الطول وفي العرض زي ما احنا قلنا البرواز ده بيسمى كينار عبارة عن قطع من خشب صوابع البركيه بترص فيه البرواز تديني شكل جمالي ثم بعد ذلك بيتدي رص قطع البركيه بالشكل اللي انتوا شايفينه بشكل المربعات طولية وعرضية وبعد كده بنبتدي نسبت الوزراء بتاعتنا اللي هي الصغيرة دي بعد ذلك بتتم عملية القشط والصنفرة بما كانت الصنفرة ثم تتم عملية الدهان ثم عملية التلميع في المادة الشمعية للمحافظة على نسبة احتكاك الارضية بتاعتي عشان كده بسميها الدكيش وهي بتسمى بركيه لصق أو ملصوك بواسطة مادة على البلاط مباشرة نبتدي بعد كده نتكلم عن مكوناتها بشكل سريع ايه اول حاجة في الارضية الدكيش او البركيه اللصق اول حاجة البلاط السنجابي او الدكة الخرصانية وتسمى طبقة التسويع وبتكون البلاط مقاس عشرين في عشرين فيه صمج اتنين صمتي بعد كده بنبتدي نجيب صوابع البركيه ونبتدي نلزقها بواسطة مادة لاصقة او غراء صناعي مائي بحيث تشكل في مجموعة اشكالا هندسية بتختلف حسب التصميم الذي وضعه من قبل المصمم بعد كده بنركب الوزر الخشبية وتصنع من اخشاب مماثلة لخشب الارضية يعني بيقول لي ان الوزراء هركبها من نفس قطع البركيه علشان تديني نفس الشكل ونفس التجزيع بتاعتي بنفس المواصفات للوزرات السابقة بعد كده بتتم عملية القشط كما زوكي رأى في الارضيتين السابقتين القشط بماكنة الصنفرة في اتجاه الالياف ثم الديهان باحدى انواع الديهانات الشفافة وبنحط طبعا اللي هي الشمعية عشان نقلل نسبة الاحتكاك يبقى احنا كده يا جماعة قلنا درس الارضيات الخشبية واتفقنا انا عندي ثلاث ارضيات ارضية خشبية موسكي بركيه دوكش وعرفنا يعني ارضية وقلنا هي تكسية الارضيات بالواح مختلفة من الخشب بغرض الحصول على اسطح عازلة للحرارة للرطوبة للصوت للقهرباء بالاضافة الى اعطاء المكان رونق وجمال للمكان اللي هيتم انشاء الارضية او تركيب الارضية فيه واخدنا الارضية الموسكي وعرفنا مكوناتها واخدنا الارضية البركيه وعرفنا ايه هي قطع البركيه او صوابع البركيه وعرفنا الارضية التالتة البركيه اللاصق او الدكيش التي تلصق بواسطة مادة لاصقة ونازم نخلمنا في اثناء التركيب بيتم التركيب من الاركان ثم الى الخارج بواسطة مادة لاصقة الجزء الثاني من الشرح بتاعنا هنتكلم عن اعمال التجاليد الخشبية او تكسية الحوائط واتفقنا أن التكسية هي نفس الأرضيات الخشبية ولكن بدل ما هنعمل عملية تكسية للأرضيات هنعمل عملية تكسية للحوائط الخشبية بألواح مختلفة أو أنواع مختلفة من الأخشاب بغرض الحصول على أسطح هازلة للحرارة للرطوبة للصوت للقهرباء بالإضافة إلى إعطاء المكان رونق وجمال وهي تكسية الحوائط وعندي أنواع التكسية 3 أو أنواع التجليد 3 أول حاجة قدمة أو سفل بعد كده وزراء بعد كده تجليد شرح بسيط قبل ما نستعرض على السلايد أول حاجة عندي القدمة والسفل وهي وزراء وزراء من النوع القصير لا يزيد أقصى ارتفاع لها عن 35 سم وهي بتكون في العادة ماشية مع الراس السفلة للباب وطبعا سميت قدمة لأنها توضع عند قدم الحائط وسميت سفل لأنها موجودة في أسفل الحائط بعد كده بنبتدي لو إحنا جلدنا حتى مستوى جلسة الشباك بيطلق على التجليد باسم وزراء يبقى إذن الوزراء بتاعتنا هي تجليد حتى مستوى جلسة الشباك ولا يتعدى ارتفاعها حوالي متر عشرين يبقى عرفنا القدمة أو سفل والوزراء لحد الجلسة بتاعت الشباك وطبعا الوزراء عبارة عن قوائم ورؤوس محلاء مع بعضها وتتعشق بتعشيه نار ولسان والفراغ الموجود ما بينها بتعمل الحشوات ويسمى بانو بنسميه في لفظ الصناعة بانو يبقى الحشوات الموجودة ما بين الأوائم في الوزراء تسمى بانو بعد ذلك بيتم إذا زاد ارتفاع الوزراء حتى مستوى السقف بيطلق عليه التجليد يبقى التجليد هو عبارة عن تكسية للحوائط مع تقابل الحوائط مع مستوى السقف بتاعي وبعد كده بركب كرانيش والكرانيش دي بيكون مجموعة من الأخشاب بتعشق مع بعضها بنار ولسان والتلسين وطبعا بتديني شكل جمالي للمكان اللي هاعمل فيه التجليد وزي ما احنا عارفين ان الخشب في المكان بيظهر البهاء بتاع المكان والرونق وبيديني فخامة للمكان اللي هيتم فيه عملية التكسية تعالوا مع بعض كده نشوفها على السلايد أعمال تكسية الحوائط يبقى الجزء الثاني أعمال تكسية الحوائط لطلبة الصف الثالث أعمال نجارة العمارة طبعا هيتدي نشرح ما هو المقصود بالتجليد ايه هي أنواع التجليد ايه هي مكونات تجليد الحوائط ما هي الشروط الواجب توفرها عند تكسية الحوائط تعالوا كده مع بعض يبقى الدرس بتاعنا أو الجزئية دي هات من خلال العناصر المقصود بالتجليد أنواع التجليد مكونات التجليد ثم الشروط الواجب مراعطة عند أعمال التكسية تعالوا نشوف ايه هو المقصود بالتجليد أو تعريف تجليد الحوائط أو تكسية الحوائط يقصد بالتجليد تكسية الحوائط بأشكال مختلفة من الأخشاب بهدف إضافة قيمة جمالية أو بهدف عزل للحرارة والصوت والكهرباء طبعا وبيختلف تجليد الجدران من حيث الارتفاع والغرض المطلوب لهم زي ما احنا اتفقنا لو انا هجلد لحد القدمة بتسمى قدمة أو سفل هنطلع لحد الجلسة تسمى الوزرة هيبتدي تجليد الحوائط بأكمله يسمى تجليد تعالوا نشوف مع بعض كده المكونات بتاعتي أنواع التجليد أولا قدمة أو سفل وزرة تجليد يبقى هم دول الأنواع التلاتة اللي الشرح بتاعنا هيدور عليهم نركز مع بعض شوية في موضوع التجليد المقصود بالقدمة أو السفل قلنا هي وزرة من النوع القصير لا يزيد ارتفاعها عن 35 سنتين وقلنا عادة بيكون ارتفاعها 20 وبتمشي معها بيكون فيه بمشي معها اتجاه الرأس السفلة عشان يديني تنصيق في المكان يبقى ما يزيدش ارتفاع الوزرة عن 35 وهي في العادة بتكون حوالي 20 سنتين وتوضع عند قدم الحائط عشان كده سمينها قدمة أو أسفل الحائط لذلك اطلق عليها قدمة أو سفل زي ما انتوا شايفين عندي أنواع من الوزرات أو أنواع من الأسفال فيه السفل البسيط بيكون من قطعة واحدة وفيه بيكون أسفال مركبة من قطعتين أو أقصر الموجود عندي الأربع أو ستة أشكال دول عبارة عن وزرة من النوع القصير اللي هي السفل واحد قطعة واحدة وأفضل طريقة لتعشيء الوزرات في الأرضية الخشبية بيكون بتعشيء اللسان وبيكون اتجاه الألياف للخارج حتى إذا حصل رطوبة للأخشاب أو تأثرت برطوبة بتزداد التصاقا بالحائط ما بيدينيش فراغ ما بين الوزرة وما بين الحائط يبقى أفضل طريقة لتركيب السفل هو بنعشقها في الأرضية الخشب بتعشيء النقر واللسان وتسبت بيكون اتجاه الألواح للخارج علشان إذا حصل رطوبة للألواح بتزيد التصاق بالإيه؟ بتزيد التصاق بالحوات قادي الأسفال المركبة زي ما انتشايفين عبارة عن قطعتين أو تلاتة بعد كده طبعا الوزرة قلنا الوزرة بتكون لحد الجلسة بتكون على ارتفاع حوالي متر عشرين بعد كده زي ما انتشايفين في الصورة قادي تجليد الوزرة قواي مرؤوس وبنحط ما بينها حشوات بتديني شكل جمالي للمكان ولكن يطلق علي التجليد هنا باسم الوزرة بعد كده بنسمي التجليد في حالة تجسية الحوائط بالكامل حتى منسوب السقف تسمى باسم التجليد ودي شكل التجليد طبعا للحوائط شايفين التجزيع بتدي أو الأخشاب تجليد الأخشاب بتدي رونق وبهاء للمكان وطبعا آخر السقف عند تقابل السقف مع الحائط بنعمل كرانيش والكرانيش دي عبارة عن مجموعة من المشغولات بيتعاش مع بعضها بالتلسين والغراء ثم عمل الدصر اللازمة لأجل المتانة وتوضع بالجزء العلوي من تجسية الجدران مع السقف تعالا كده نشوف شكل جميل لتجليد غرفة أو تراث زي ما انتوا شايفين مكان فخم جدا شكل التجليد بيدي مكان رونق وبهاء وفخامة للمكان اللي بيتم تركيب التجليد فيه طبعا الشروط أن تكون كيدينات الأبواب والنوافذ والمعابر على نمط واحد يعني بيكون كل السود بتاع المعابر بيكون على نمط واحد بنعمل طبعا تحليق أمن الدفاين عشان نسبت التجليد عليها وبارتفاع التجليد ما بيقلش عن 2 متر ثم بعد ذلك بيتم الفراغ ما بين أعضاء الدفاين بواسطة طبقة تخشينية رقيقة لمنع تواجد الحشرات بالخلف وطبعا ده كان درسينا النهاردة من الدروس المهمة جدا طبعا هنختم حلقتنا أشوفكم على خير في الحلقات القادمة دونتم في حفظ الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته